بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كرامتنا المهدوية هذه المرة من محافظتي البصرة من شاب يقول لدي أربعة مواقف تجعلني لا أترك صلاة الاستغاثة أبدا لأن صاحب الزمان سلام الله عليه وقف معي بها وفرج عني ولم أتصور بأن هذه المواقف الأربعة تحل أبدا أولها مرض زوجتي مرضت بمرض خطير ولولا صلاة الاستغاثة بالحج عليه السلام التي أنا صليتها مع أخواتي مع أخوتي مع أصدقائي مع معارفي الكل كنت أبعث له رسالة وأقول أنا أتمنى منك أن تصلي صلاة الاستغاثة بالحجة نيابة عن فلانة بتفلان وهي زوجتي فكما تعرفون بأن يد الله سبحانه وتعالى مع الجماعة ولو أن الله استجاب لأحد فهو يستجيب للجميع فوقف معي في هذا الموقف وبحمد الله عز وجل اختفى منها هذا المرض الخبيث والموقف الثاني عندما طردت من العمل في محل كنت أعمل فيه وبعد ذلك صلي صلاة الاستغاثة بالحج عليه السلام وعملت فيه شركة من محل عملت فيه شركة والآن راتبي جيد بحمد الله عز وجل وكانت نقلة جيدة في حياتي بالإضافة بأن لدي طفلة كثيرة العلال دائما وأبدا أبسط الأشياء تجعلها تمرض وصراحة من جانب أنا أخاف عليها ومن جانب كان الراتب لا يكفي لكثرة علاليها فعندما صلي صلاة الاستغاثة بالحج عليه السلام لم تمرض بعد ذلك إلا هذا المرض الذي يصيب الأطفال في المواسم الطبيعية العادية وليس بكثرة والموقف الرابع عندما طلبت من صاحب الزمان صلي صلاة الاستغاثة بأن أستطيع أن أرزق مكافأة من الشركة غير ذلك يعني أكون أنا الموظف الجيد لشهر أو شهرين أو ثلاث وأستطيع أن أجمع مبلغا لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه أنا والعائلة وسبحان الله لمدة أربعة أشهر وأنا الموظف الجيد في هذه الشركة وكانوا يعطون يعني مكافأة جيدة بحمد الله عز وجل وأخذت زوجتي وأولادي لزيارة الرضا سلام الله عليه هذه المواقف الأربعة جعلتني لا أترك صلاة الاستغاثة بالحجة أبادا لما فيها من الخيرات وسرعة الإجابة والعون والمدد من صاحب الزمان سلام الله عليه برنامج صباحات والأيام محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر